السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم أصدقاء وصديقاتي رجعنا لكم بفيديو جديد أنا معاكم شايماء الشيخ من صممة وسائل تعليمية تشرب بيكم في قناتي برونز وديكورات أنا غيرت الاسم اللي حاب يدور على القناة لو كتب برونز وتديوري وتعليم حيلاء الصفحة حيلاء مكتوب عليها برونز وديكورات مش عارفة أنا الصفحة ليه مش رات تتغير للاسم الجديد هو اسم صفحتي على الفيسبوك هو برونز وديكورات اللي كان متابع معايا الفيديو اللي فات احنا عملنا السكتش ده للأطفال مطلوب في سنة ولا ابتدائي انه هو من أكون وكل تفاصيله اللي عايز يرجع للفيديو يرجع للفيديو اللي فات حيلائيني منازلة الفيديو كامل شرحة تفصيلي للأم اللي تحب تعمل السكتش اللي بنعم نفسها دلوقتي يا أصدقائي احنا عايزين نعمل جراب للسكتش ده مش معاولة هنديه للأم كده مثلا او نسلمه كده علشان يبقى حاجة شيك كده في المدرسة بتاعته ويتميز بيها عايزين نعمل له جراب للكتاب بتاعه او الكتاب او السكتش زي ما تسموه هنعمل مع بعض الجراب وهنشوف مع بعض هنحتاج قطعة من أي لون انت حاب تعمل اللون انا حبيت يبقى في علاقة ما بين الألوان فانا دلوقتي هحبط اللون ده مثلا ده الخلفية هنقيس على قد الكتاب انا عشان الفيديو ايسا علش خطر قد الكتاب كده بس نخلي مسافة هنا ومسافة هنا ومسافة هنا علشان لما نحط الغلاف اللي من فوق يبقى في مكان نلزق فيه والكتاب يدخل فيه لو قصيتي على القد الكتاب ده مش هيدخل اتفهمنا؟ ارجو المعلومة تكون وصلها لكم قامل ما نبتدي ما تنسونيش واللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان وصلوا بكل بديد هنا يا أصدقائي بعد ما خدنا المقاسات زي ما قلنا هنشيل الكتاب على جنب ونبتدي نعمل الشكل الخارجي للجراب هناخد قد المسافة بس برضو عن المسافة التانية اللي قلنا عليها هنزود حاجة بسيطة جدا علشان يبقى فيه مساحة كده للكتاب يدخل فيها هنعمل مثلاً هنبدي الشكل كده هنرسم دواير كده على اساس نعمل قصة حلوة للجراب هنشوف مع بعض هنا يا أصدقائي رسمناها بالألم شكل عشوائي مش مش منزمة لو مما بتعرفيش ترسيمي مثلاً هجيبي كوباية مثلاً وتعملي نص دايرة نص دايرة نص دايرة نص دايرة أنا مش مش عاملة نص الدواية أنا رسمها كده بالألم هنشوف مع بعض كده هيبقى عامل زي المنحضر اللي تحت كده ما نبقاش نزلين بشكل ستريد كده لأ احنا عملناه بمنحضر كده نازل هنشوف مع بعض كده هيبقى شكله كده على الكتاب أنا مزودة مسافة أهل مسافة اللي قلتلكوا عليها ممكن ما تبقاش تقول لها بس ايه مسافة نزود بيها الكتاب لما يدخل زي كده هوريكم الكتاب لما يدخل هيبقى محتاج مساحة واسعة يدخل فيها هاياخد مساحة الفوق شوية كده اهو لو حبينا نثبت لازم نعلى شوية يبقى فيه اهو مسافة هنا بانت اهي كده يبقى الجراب زي الجيب كده في مساحة عالية نشوف مع بعض ونثبت هنيجي نثبت على الجنب ده الأول بعد كده نثبت الجنب الثاني ههو نثبت إلينا على الشكل بتاعنا علشان ايه يدينا شكل حالي كده احنا سبتنا الجزء ده هنيجي هنا ونثبت الجزء اللي تحت بعد ذو بس هنيجي ندي رفعة بسيطة خالص كده اهيه للكتاب بتاعنا عشان يبقى ايه يمسك معنا هنثبت هنا وبعد كده نثبت في الاخر من هنا نثبت هنا كده كده على قد ما يدخل وممكن الزيادات نقصها اهو كده في بقى علو هنا شوية ده عشان ياخد الكتاب معنا هنا وهدي فاضي المساحة صغيرة هنقصها برضو كده هنيجي هنا ونثبت هنا فيبقى سهل معنا بدل ما تحتاري وتبعودي ايه تحاول تثبيتي فيه ما يرضىش تثبيت لا تثبيتي على الجناب الاول وبعد كده ثبيتي الجزء اللي تحت ده ياخد واربي ياخد كده مش هياخد معاك وقت اه كده ثبيتنا هنيجي هنا ناخد الجزء زيادة بالبقس هنشوف الكتاب يدخل معنا كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكتاب اخد وضعه ودخل معنا في الجراب طبعا مش هنودي الجراب كده هنعوز نعوز نحط له شكل حال وكده هنقص مع بعض شوية قلوب شوية ورد هنشوف مع بعض هنا يا اصدقائي مش بتحتاجي ورق كتير انت يا دوبك القصائص اللي عندك بواقي بتعملي قلب اللي مبعرفش يرسم القلب او كده انا من غير مرسمه اهو بننزل ومنحضر كده اهو نص دايرة بعد كده ننزل مسلس فبيدينا شكل القلب اهو فهنشوف مع بعض هنعمل كذا قلب كذا فكرة نشوف مع بعض نستقر على الفكرة حلوة للجراب بتاعنا كده يا اصدقائي وخلصنا الجراب معاكو يا رب الفكرة تكون عجبتكم ما تنسونيش في اللايك وشيرو سبس كرار بتفعلوا الجرس عشان نصدلوك كل جديد لاتشف Shash بحيث نصدقأ رستة